وصلت معكم إلى نقطة مهمة جداً ترتبط بمنزلة العقيلة زينب صلوات الله عليها وقلت وأنا أتحدث عن الكفالة الحسينية من أن الكفيل الأصل هو الحسين والعباس وجه الحسين العباس إذا كان كفيلاً فإن كفالته بالتفرع لأن الكفالة الأصل هي كفالة الحسين وكفالة العباس إنما هي للشيعة وليست للعقيلة زينب العقيلة زينب أعلى منزلة من منزلة أب الفضل فلن يكون كفيلاً لها بمعنى الكفالة الدينية والعقائدية أما الكفالة العرفية والاجتماعية أن يرعى شأن أخته فهذه ما هي بمنزلة وإنما هي حالة أخلاقية وأخلاق العباسي أسمى من أن تأخذ عليه العهود أن يرعى شؤون أخته العقيلة بنت أمير المؤمنين وبنت الصديقة الكبرى مر هذا الكلام علينا في الحلقتين الماضيتين لكنني أردت أن أبين لكم جانباً مما ندركه من علوي منزلة العقيلة زينب تناولت ما يرتبط بالمصطلحات التي تصف مراتب الإيمان الصديقون الشهداء الصالحون وهكذا وقلت من أن المصطلحات هذه لها دلالة خاصة حين نستعملها في أجواء الأئمة المعصومين الأربعة عشر دلالتها خاصة بهم ومنقطعة عن دلالتها حينما نستعملها مع شيعتهم والعقيلة من شيعتهم والعباس من شيعتهم وهكذا فتلك الدلالة الأخص حينما نستعمل هذه العناوين في أجواء شيعتهم فهناك الدلالة الخاصة حينما نستعملها في أجواء العقيلة زينب في أجواء أب الفضل العباس وهكذا وهي دلالة منقطعة عن الدلالة بالمعنى العام حينما نستعملها بخصوصنا الآية التاسعة بعد العاشرة من سورة الحديد يمكن أن تنطبق علي وعليكم والذين آمنوا بالله ورسله نحن آمنا بالله ورسله قطعا بحسبنا فأنا آمنت بحسبي وأنتم آمنتم كل شخص منكم بحسبه أيضا والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم فأنا صديق وأنتم صديقون ولكن بحسبنا فحينما نصف أنفسنا وفقا لهذه الآية بالصديقين دلالة الصديقية هنا تختلف اختلافا كاملا عن دلالة الصديقية حينما نصف العقيلة بها وحينما نصف العباس بها وحينما نصف العقيلة بالصديقية والعباس كذلك فإن دلالة الصديقية في هذا المقام تختلف اختلافا كاملا عن الصديقية حينما نتحدث عنها وبها في أجواء الأئمة المعصومين الأربعة عشر حينما نذهب إلى سورة النساء وفي الآية التاسعة والستين بعد البسملة ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الآية تتحدث عن مستوى عال من طاعة الله ورسوله فهنا الصديقية بالمعنى الخاص والشهادة كذلك والصلاح كذلك هذا الكلام مر علينا في الحلقة المتقدمة لا أريد أن أعيده وإنما جئتكم بمثال فيما يرتبط بالحمزة أسد الله وأسد رسوله وبالطيار جعفر صلوات الله عليهما فالحمزة صديق والطيار صديق لكن المنزلة الظاهرة لهما في أحاديث العترة الطاهرة هما الشاهدان للأنبياء قرأت عليكم ما جاء في الجزء الثامن من الكهف الشريف وطبعة طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان صفحة ميتين وثلاثة عش رقم الحديث ثلاثمية واثنين وتسعين بسنده بسند الكليني عن يوسف ابن أبي سعيد عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه الحديث فيه تفصيل عن موقف نوحن النبي في يوم القيامة أذهب إلى موطن الشاهد فقال أبو عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا هذا يعني أن منزلة الحمزة وجعفر أعلى من منزلة الأنبياء وما هما بنبيين وإنما هما من الصديقين من الشهداء من الصالحين المراد من الشهداء ليس الذين قتلوا في المعارك والحمزة شهيد من شهداء المعارك وكذا الطيار جعفر لكن الحديث عن الشهادة هنا حديث عن منزلة أعلى إنها الشهادة على الخلائق وهنا حمزة وجعفر شاهدان للأنبياء فقال أبو عبد الله فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت الذي يتحدث هنا هو الراوي يوسف ابن أبي سعيد فقلت جعلت في ذاك فعلي أينه ألا يشهد للأنبياء فقال هو أعظم منزلة من ذلك وعلي صديق أيضا نحن نصفه بهذا الوصف فصديقية أمير المؤمنين شيء وصديقية حمزة وجعفر وأمثالهما شيء آخر وصديقية التي نصف بها نحن الذين آمنا بمحمد وآل محمد شيء آخر الرواية واضحة جدا الصادق صلوات الله عليه يقول فجعفر وحمزة هما الشاهدان للأنبياء بما بلغوا فقلت يوسف ابن أبي سعيد هو الذي يقول جعلت في ذاك فعلي أينه علي صديق وعلي شهيد شاهد للأنبياء وغير الأنبياء وعلي سيد صالحين وإمامهم فعلي أينه فقال هو أعظم منزلة من ذلك فهذه العناوين صديق شهيد صالح حينما نستعملها عند فناء علي لها دلالة تختلف عن دلالتها حينما نستعملها عند فناء حمزة وجعفر وحينما نستعملها في أجواء نحن فدلالتها ستكون مختلفة أيضا بحسبنا هذه حقيقة لابد أن ندركها حينما نتعامل مع حديث أهل البيت وهذا جزء من أسرار معاريض كلامهم وجزء من مختصات لحن قولهم وحديثهم العباس صلوات الله وسلامه عليه صديق والعباس شهيد والعباس صالح وهذه الأوصاف تنطبق على عقيلة بن هاشم فهي صديقة وهي شهيدة من الشهادة على الخلق التي هي أعلى منزلة من الشهادة في المعارك وهي صالحة وسيدة الصالحات لكن منزلة العقيلة في هذه العناوين أعلى من منزلة العباس في هذه العناوين نذهب إلى فاصل رواية عن ابن عباس بصدد الآية من سورة الحديث التي قرأتها عليكم قبل قليل والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم مثل هذه المضامين فإن ابن عباس يرويها عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أقرأ عليكم من الجزء الثالث من مناقب آل أبي طالب لابن شهر شوبل مازندراني من علماء الشيعة المعروفين المتوفى سنة خمسمية وثمانية وثمانين للهجرة وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان الطبعة الثانية ألف أربعمية واثنعش هجري قمري صفحة مية وثمانية عن ابن عباس في قوله تعالى والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون قال صديق هذه الأمة علي بن أبي طالب هو الصديق الأكبر والفاروق الأعظم ثم قال والشهداء عند ربهم قال ابن عباس وهم علي وحمزة وجعفر فهم صديقون وهم شهداء الرسل على أممهم قد بلغوا الرسالة ثم قال لهم أجرهم عند ربهم على التصديق بالنبوة ونورهم على الصراط موطن الشاهد هنا علي هو الصديق الأكبر وبعد ذلك جاء وصف علي وحمزة وجعفر فهم صديقون قطعا نحن لا نقايس حمزة وجعفر بأمير المؤمنين لا وجه للمقايسة مع علو شأنهما فهما من شيعته لكن هذا الاستعمال يأتي بسبب ضيق اللغة وحقائق الثقافة الدينية حقائق غيبية الحقائق الغيبية أوسع من حقائق عالم الشهادة عالم الطبيعة واللغة كينونة من سنخية عالم الطبيعة فستبقى ضيقة مهما حاولنا أن نتوسع فيها وهذا هو الذي أردت أن أبينه لكم من أننا حينما نستعمل نفس الألفاظ في الزيارات حينما نزور الأئمة وحينما نزور أشيعهم حينما نزور العباس حينما نزور علي بن الحسين حينما نزور أصحاب الحسين وهكذا فهذه المصطلحات وهذه العناوين اللفظية تستعمل بحسب الأفق الذي استعملت فيه فحينما نستعملها في أفق الأئمة المعصومين الأربعة عشر لها دلالتها الخاصة الأخص من الدلالة وحينما نستعملها في أفق الشيعة العظماء من أمثال العقيلة الهاشمية من أمثال أبو الفضل العباس لها دلالتها الخاصة المعنى الخاص وحينما نستعملها مثلا في أنصار الحسيني حينما نستعملها في أنصار الحسيني قطعا لها دلالة تناسب مقامهم وتلك الدلالة تختلف عن دلالة استعمال تلك العناوين حينما نخاطب العقيلة الهاشمية مثلا إلى أن يصل الأمر إلينا حينما أقول يصل الأمر إلينا الروايات وصفتنا وصفت عامة الشيعة بنفس هذه الأوصاف فهينما يقول أئمتنا من أن شيعتنا منا ونحن منهم هذا الكلام تارة يكون مع العقيلة وتارة يكون مع العباس وتارة يكون مع سلمان المحمدي الفارس وتارة يكون معنا نحن فحينما يتحدث أئمتنا إمامنا الصادق عن أهل سواد العراق عن أهل الوسط والجنوب في العراق سواد العراق وسطه وجنوبه حينما يتحدث عن هؤلاء يصفهم الإمام بأن شيعة السوادي منا ونحن منهم هؤلاء شيعتنا الذين هم منا ونحن منهم فهل هم منا لعامة الشيعة مثل ما تقال في حق سلمان المحمدي وهل منا حينما تقال في حق سلمان هي كمنا حينما تقال في حق عقيلة بن هاشه قطعا هناك الفوارق الكبيرة والحواجز الهائلة وهذا هو الذي أؤكد عليه دائما في برامج حينما أتحدث في معارف أهل البيت هناك قاعدتان ذهبيتان دائما أشير إليهما قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات لا بد أن نراعي خصائص كل مقام بما هو هو وأن نحذر حذرا شديدا أن نخلط بين خصائص المقامات فحينئذ سنقع في خلط وخبط الخلط والخبط هذا سيؤدي بنا إلى الضلال وإلى التي قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات فالعباس صديق والصديقية أعلى رتبة من الشهادة والشهادة أعلى رتبة من الصالحية والصلاح ولكن المراتب من حيثية أخرى ستكون في أفق واحد حينما تجتمع هذه المراتب في ذات واحدة فشهادة العباس تكون بمستوى صديقيته وهكذا صلاح العباس سيكون بمستوى شهادته التي هي بمستوى صديقيته الموضوع فيه تفصيل كثير لكن ني أحدثكم عنه بالإجمال كي نستفيد من هذه المعلومة في تشخيص منزلة عقيلة بن هاشم صلوات الله عليها هذه رواية مهمة أقرأها عليكم من تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وهذه الطبعة طبعة ذوي القرب قموا المقدسة الطبعة الأولى صفحة ميتين وستة وثمانين إنه الحديث مية وتسعة وخمسين حديث طويل عن إمامنا الرضا صلوات الله علي أقرأ جانبا من ما أحتاجه في هذه الحلقة أن جمعا من شيعة جاءوا إلى إمامنا الرضا واستأذنوا علي وقالوا من أننا من شيعة علي الإمام صرفه وما أذن لهم وما أدخلهم الكلام فيه تفصيل أذهب إلى موطن الحاجة قال لهم الإمام بعد ذلك ويحكم ويحكم الإمام قال هذا ردا على قولهم من أنهم من شيعة علي الكلام هو الذي حدثتكم عنه ويحكم إنما شيعته شيعة علي من الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر المطبوع وأبي ذر وهو خطأ نحوي واضح وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد ابن أبي بكر هؤلاء شيعة علي أنا وأنتم من شيعة علي نعم بالمعنى العام لأننا نحبه نواليه نتبرأ من أعدائه نوالي أولياءه نحن شيعة بالمعنى العام لكن إذا أردنا أن نتحدث عن الشيعة بالمعنى الخاص أو بالمعنى الأخاص الحسن والحسين شيعة لعلي بالمعنى الأخاص سلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد ابن أبي بكر شيعة بالمعنى الخاص أنا وأنتم شيعة بالمعنى العام فإذا أردنا أن ننظر إلى المقامات ما نحن بشيعة إذا كان النظر إلى مقام التشيع بالمعنى الأخاص أو بالمعنى الخاص سنكون محبين لعلي لكن إذا كان النظر إلى الحيثية العام فنحن شيعة أما إذا كان النظر إلى الحيثية الخاص فما نحن بشيعة نحن محبو علي إلى هذا أراد إمامنا الرضا أن يلفت أنظاره وأن يلفت أنظارنا أن يلفت أنظار الشيعة جميعا في أيامه وما بعد أيامه صلوات الله عليه ويحكم إنما شيعته شيعة الأمير الحسن والحسين فأي شيعة نحن إذا كان الحسن والحسين شيعة لعلي فأي شيعة نحن أنا وأنتم ويحكم ويحكم إنما شيعته الحسن والحسين وسلمان وأبو ذر والمقداد وعمار ومحمد بن أبي بكر الذين لم يخالف شيئا من أوامره قطعا كل بحسبه ولم يرتكب شيئا من فنون زواجره فأما أنتم إذا قلتم إنكم شيعته وأنتم في أكثر أعمالكم له مخالفون مقصرون في كثير من الفرائط ومتهاونون بعظيم حقوق إخوانكم في الله وتتقون حيث لا تجب التقي وهذا هو الذي تفعله الشيعة الآن وتتقون حيث لا تجب التقية وتتركون التقية حيث لا بد من التقية لو قلتم إنكم موالوه ومحبوه والموالون لأوليائه والمعادون لأعدائه لم أنكره من قولكم ولكن هذه مرتبة شريفة ادعيتموها من أنكم شيعة إن لم تصدقوا قولكم بفعلكم هلكتم إلا أن تتدارككم رحمة من ربكم الرواية مستمرة وطويلة لكن ما قرأته عليكم يوضح المطلب بشكل جلي لا بد من حفظ المقامات ولا بد من تشخيص الحيثيات القاعدتان الذهبيتان قاعدة حفظ المقامات وقاعدة تعدد الحيثيات مثال من القرآن أذهب بكم إلى سورة المائدة في الآية الخامسة والسبعين بعد البسملة ما المسيح ابن مريم إلا رسول هذه احفظوها فهو رسول سنحتاج إليها ما المسيح ابن مريم إلا رسول إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة فهو رسول وأمه صديقة فمريم ما هي برسول ولا هي بنبي عيسى نبي ورسول قطعا عيسى صديق قطعا عيسى شهيد قطعا عيسى عبد صالح فهو من الصالحين ومن الشهداء ومن الصديقين ومن النبيين ومن المرسلين وأمه صديقة ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام إلى آخر الآية الكريمة فمريم صديقة بصريح القرآن وحتى في أحاديثنا هذا هو الكافي الجزء الأول من الكافي الشريف من طبعة دار الأسوة طهران إيران الباب الذي عنوانه باب مولد الزهراء فاطمة صفحة خمسمية واثنين وعشرين إنه الحديث الرابع عن المفضل عن المفضل بن عمر عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه المفضل يسأل الإمام الصادق من غسل فاطمة باعتبار أن المرأة تتولى امرأة أمرها في تجهيزها في تغسيلها إلى الشؤون الأخرى من غسل فاطمة الإمام الصادق قال ذاك أمير المؤمنين هو الذي غسلها المفضل يقول وكأني استعظمت ذلك من قوله فقال كأنك ضقت بما أخبرتك به قال فقلت قد كان ذاك جعلت في ذاك استغرب الأمر فقال له إمامنا الصادق لا تضيق فإنها صديقة فاطمة صديقة ولم يكن يغسلها إلا الصديق أما علمت أن مريم لم يغسلها إلا عيسى لأنها صديقة وعيسى صديق ونبي ومرسل فمريم صديقة بحسب ثقافة الكتاب وحديث العترة الطاهرة الزكريا نبي وهو الذي كف لها كان كفيلا لها بعد إجراء القرعة ومر الكلام علينا كفالة زكريا لمريم كانت كفالة اجتماعية عرفية أخلاقية لرعاية شؤون حياتها اليومية باعتبار هذه الحالة كانت حالة جديدة على معبد بني إسرائيل أن امرأة أن فتاة تأتي وتكون جزءا من طاقم الخدمة في هذا المعبد قضية جديدة لم تطرأ فيما سبق على معبد بني إسرائيل فلابد من كفين لها فكفالة زكريا النبي للصديقة مريم كانت كفالة من هذا النوع الصديقة مريم أعلى شأن من زكريا النبي من القرائن التي تدل على ذلك ما جاء في سورة آل عمران مريم هي العنوان الأبرز في آل عمران وآل عمران التي سميت هذه السورة باسمهم هم عمران النبي والد مريم وحنة أمها أم مريم وهي سيدة آل عمران وولدها عيسى هؤلاء هم آل عمران فقط هم من آل إبراهيم لكن لهذه الأسرة خصوصية لا يحدث عندكم اشتباه فتتصورون أن عمران هذا له علاقة بموسى فموسى هو ابن عمران أيضا ولكن عمران والد موسى ما هو بنبيه ونحن نتحدث عن عمران النبي والد مريم الذي هو متأخر زمانا عن موسى النبي فآل عمران هم هؤلاء عمران النبي والد مريم وحنة أم مريم ومريم وولدها عيسى سيدة آل عمران هي مريم زبدة آل عمران عيسى لماذا هذه الخصوصية القضية تعود بنا إلى الحسين لأن عيسى من جنود الطالب بثأر الحسين الحكاية واضحة رجعنا إلى الحسين كلما ابتعدنا كلما رجعنا الحسين يحاصرنا هذه حقيقة أنا أتحدث عن الذين يعتقدون به عن شيعته له شأن لي بالآخرين إنه يحاصرنا يحاصرنا في دواخلنا ويحاصرنا من الخارج في الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا آدم أبونا الأول ونوح أبونا الثاني وآل إبراهيم آل عمران هم من آل إبراهيم فعمران النبي والد مريم إسرائيلي من ذرية يعقوب ويعقوب ابن إسحاق وإسحاق ابن إبراهيم فآل عمران إبراهيميون من ذرية إبراهيم لماذا خصصه لماذا خصصت هذه الأسرة عمران النبي ولم يكن مرسلا ولم تكن له رسالة عام خصوصيته سينجب عيسى من خلال مريم وخصوصية عيسى سيكون سيكون ممهدا ممهدا سيكون ممهدا هكذا نقرأ في سورة الصف في سورة الصف في الآية السادسة السادسة وإذ قال عيسى بن مريم في الآية السادسة بعد البسملة من السورة وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي إنه ممهد يمهد للرسالة الأحمدية والرسالة الأحمدية في عصر التنزيل تمهد للمشروع القائمي المهدوي الذي هو بدوره يمهد للرجعة التي غايتها الدولة المحمدية العظمى وعيسى يمهد للرسالة الأحمدية من جهته وهو جندي في جيش القائم للثأر الحسيني هذه حقيقة الحكاية وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد إلى آخر الآية الكريمة ماذا قال لهم يا بني إسرائيل إسرائيل إني رسول الله إليكم فعيسى رسول وصديق وشاهد وصالح عبد صالح وجندي من جنود صاحب العمر قائم آل محمد ممهد ممهد للرسالة الأحمدية وطالب بثأر الحسين مع بقية الله الأعظم هذا هو السر في منزلة آل عمران وهذا هو السر في علوي منزلة السيدة مريم فهي صديقة لكنها أعلى شأن من الأنبياء في عصرها فزكريا نبي وصديقة مريم أعلى شأن من ويحيى نبي لكن الصديقة مريم أعلى شأن من يحيى النبي يحيى ولد مؤاساة للحسين أما ابن مريم فجاء ثائرا بثائر الحسين بقية الحديث تأتينا بعد فاصل الأذان والصلاة بحسب توقيت لندن ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى أطاعة أطاعة للإمام بعد معرفته عن زرارته عن أبي جعفر باقر العلوم صلى الله عليه قال ذروة الأمر وسنامه ومفتاحه وباب الأشياء ورد الرحمن تبارك وتعالى أطاعة للإمام بعد معرفته حياكم الله قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب توقيت مدينة لندن كنت أحدثكم عن كفالتي زكريا النبي للسيدة مريم ومن أنها كفالة رعاية اجتماعية القضية ليست عقائدية وليست دينية في أبعادها العميقة وإلا فإن السيدة مريم أعلى شأنا من زكريا النبي وأشرت إلى خصوصية في آل عمران حينما نتحدث عن خصوصية الأسرة في مثل هذه الأسر فإننا لا نتحدث عن رابطة القرابة وإنما نتحدث عن رابطة القرب من الله هناك فارق بين رابطة القرابة البشرية وبين رابطة القرب الإلهي حينما يرث الإمام الكاظم إمامنا الصادقة يرث الإمامة من هذه ما هي بوراثة عشائرية وما هي بوراثة نسبية عرفية هذه وراثة على أساس الصلة الإلهية على أساس القرب الإلهي وإلا فإن الإمامة الصادقة له من الأبناء ليس لهم هذه المنزلة وهناك من خالف الإمامة الصادقة من أبنائه القضية ليست أسرية بالمعنى العرفي وبالمعنى البشر الاعتيادي إنما يكون الأمر في أسرة معينة في مجموعة عائلية معينة بسبب الظروف الموضوعية وبسبب طبيعة الواقع الذي يعيش فيه هؤلاء المقربون والقريبون من الله المسألة ليست رحمية بمعنى بمعنى الرحم البشري العادي صلة الرحم بالمعنى البشري العادي تبقى بحدود عالم التراب وصلة الرحم بالمعنى الرحم الإلهي التي هي معلقة الرحم معلق بالعرش فصلة الرحم الإلهي صلة ربانية والرحم الإلهي معلق بالعرش هكذا حدثونا وهكذا أخبرونا صلوات الله وسلامه عليهم أعود إلى الآية الثالثة والثلاثين بعد البسملة من سورة آل عمران إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين آل محمد ذكروا في الآية وأسقطوهم الروايات أخبرتنا لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع الآن فآل عمران ذكروا بعد آل إبراهيم مع أنهم هم من آل إبراهيم لخصوصية فيهم ما هي هذه الخصوصية الخصوصية أن عمران النبي بشر بمولود عظيم بمولود ذكر لكن زوجته أنجبت السيدة مريم السيدة مريم كان لها من الشأن ما لها لأنها ستحمل عيسى وعيسى سيكون مبشرا بأحمد بالرسالة الأحمدية التي هي تمهيد للمشروع القائمي والمشروع القائمي محركه حسين صلوات الله وسلامه عليه البداية من عاشوراء ألا تلاحظون عظمة أسرار عاشوراء فآل عمران لهم هذه الخصوصية لارتباطهم بعاشوراء لارتباطهم بمشروع إمام زماننا من هنا كان الفارق بين عيسى ويحيى فعيسى بشارته هي البشارة الأصل وكان اليهود ينتظرون المولود الذي بشر به عمران النبي قطعا أتحدث عن اليهود العارفين والمنتظرين لذلك المولود أما يحيى فقد جاءت البشارة به بعد ذلك وب طلب من زكريا أن يرزق بمولود يجري عليه ما يجري أسوة بالحسين هكذا نقرأ في الرواية التي نقلها لنا سعد الأشعري عن إمام زماننا حينما ذهب إلى سامر سعد الأشعري أيام إمامة إمامنا الحسن العسكري وسعد الأشعري هذا من كبار مشايخ قم ومن عيون الشيعة في قم كان يحمل أسئلة إمامنا العسكري قال له خذ الأجوبة من الحجة ابن الحسن فلما سأل إمام زماننا آنذاك عن تأويل كاف ها يا عين صاد وحدثه بما حدثه إلى أن قال له وأنا أقرأ عليكم من كمال الدين وتمام النعمة لشيخنا الصدوق المتوفى سنة 381 للهجرة وهذه الطبعة طبعة مؤسسة عن نشر الإسلام قموا المقدس صفحة 488 بعد أن علم زكريا بأسرار كاف ها يا عين صاد علم بما يجري على الحسين فكان يقول اللهم ارزقني ولدا تقربه عيني على الكبار واجعله وارثا وصيا واجعل محله مني محل الحسين محل الحسين من رسول الله هذا مراده فإذا رزقتني فافتني بحبه ثم فجعني به كما تفجع محمدا حبيبك بولده فيحيى فيحيى جاءت بشارته متأخرة بعد البشارة بعيسى ويحيى جاء مواساة للحسين بينما عيسى جاء ثائرا من هنا علو منزلة عيسى ومن هنا علو منزلة أمه ولذا في سورة آل عمران في الآية السابعة والثلاثين بعد البسملة وكفلها زكريا زكريا كفلها في أية أجواء في هذه الأجواء فتقبلها ربها بقبول حسن هناك عناية إلهية خاصة بها وليست من زكريا النبي فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا عناية خاصة صناعة خاصة وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا رزقا لا يشابهه شيء مما هو موجود في زمانه ومكانه فلو كان زكريا زكريا في كفالته لمريم كانت الكفالة عقائدية دينية لم استغرب من وجود هذا لأن الكفالة كانت كفالة عرفية اجتماعية لأن زكريا من اقربائها وفي الوقت نفسه القضية كانت نتيجة قرعة كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم انا لك هذا هو الذي يرعاها في شؤون حياتها اليومية في طعامها وشرابها وسائر امورها قال يا مريم انا لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغير حساب هذه الكفالة الالهية الحقيقية لمريم مر علينا الحديث في معنى الكفالة من ان الكفالة الدينية العقائدية كفالة في اصلها كفالة الهية قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء غير حساب لما ادرك زكريا الكفالة الالهية لمريم ورأى ما رأى فماذا صنعه هناك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب ان الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله ان الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين فهو من الصالحين يحيا ومن الشهداء ايضا وهو من الصديقين ومن الانبياء لكن لم يكن رسولا كعيسى ومن هنا فعيسى اعلى منزلة من يحيا قلت لكم قبل قليل احفظوا ما جاء من ذكر ان عيسى رسول فيحيا نبي وصديق وشهيد وصالح لكن عيسى اعلى منزلة من والبشارة بيحيا جاءت بعد البشارة بعيسى البشارة بعيسى كانت زمانا عمران النبي وعمران النبي قد توفي توفي قبل ولادة مريم متى دعا زكريا دعا زكريا بعد ان وجد رزقا قطعا هذا جزء من الموضوع ذكر زكريا كان بالاسماء الخمسة هو نبي من الانبياء فلما سأل جبرائيل عن الاسماء الخمسة القصة التي حدثنا بها امام زماننا عبر سعد الاشعري فبين جبرائيل لزكريا ما يجري على الحسين ولما دخل على مريم ووجد عندها رزقا فتوجه الى الله بهذا الدعاء قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة هذه الذرية الطيبة التي يجري عليها ما جرى على الحسين مواساتا ماذا نقرأ في سورة مريم بخصوص يحيى النبي في الآية الثانية بعد العاشرة بعد البسملة من سورة مريم قارنوا بينما جاء في سورة مريم بخصوص يحيى وبينما جاء بخصوص عيسى يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبية وحنانا من لدن وزكاة وكان تقية وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصية وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا ماذا جاء في عيسى النبي في الآية الثلاثين بعد البسملة من سورة مريم وما بعدها قال قال إني عبد الله حينما تكلم وهو في المهد قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا الفارق في المنزلة هنا في يحيا جاء السلام عليه من الله وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا السلام من الله عبر الملائكة بينما عيسى سلم على نفسه لأنه هو الذي مثل الله في السلام على نفسه فقال والسلام علي هو الذي سلم على نفسه والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مثل ما يسلم رسول الله على نفسه في صلاته حينما كان يصلي بالمسلمين فإنه في آخر الصلاة يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وحينما يتشهد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وفي بعض الأحيان يقول وأشهد أني عبد الله ورسوله فهنا عيسى يسلم على نفسه يمثل الله في السلام على نفسه بينما في يحيا فإن السلام جاء بصيغة الغائب وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا مع أن الآيات ابتدأت بلسان الخطاب يا يحيا خذ الكتاب بقوة ثم تحول الكلام إلى الغائب وآتيناه الحكم صبية أنا لا أريد أن أطيل الوقوف عند هذه التلميحات والتلويحات اللغوية والأدبية والبلاغية الكلام يتشعب فيها والمقام ليس منعقدا لتتبعها خلاصة القول فإن عيسى أعلى شأنا من يحيا وعيسى رسول ومريم أعلى شأنا من زكريا ومن يحيا وما ذكرته من القرائن يشير إلى ذلك وهناك أيضا قرائن أخرى الحديث ليس عن السيدة مريم إنما جئت بالسيدة مريم مثالا لكي أبين لكم من أن الكفالة التي هي منزلة هي الكفالة الإلهية هي الكفالة الدينية العقائدية الكفالة العرفية الاجتماعية لا قيمة لها بالقياس إلى الكفالة العقائدية فالكفالة العرفية الاجتماعية شأن أخلاقي فهذا ما هو بمنزلة للعباس حتى لو ثبت أن كفالة تكفلها العباس تكفل العقيلة برعاية شؤونها وحاجاتها في سفرها مثل ما جاء في النصين الذين قرأتهما عليكم في الحلقة الماضية حتى لو ثبت هذا فإنها كفالة عرفية ليس لها من قيمة بالقياس إلى الكفالة الدينية العقائدية العقيلة أعلى شأن من أب الفضل العباس صلوات الله على العقيلة وصلوات الله على أب الفضل العباس كان الحديث عن السيدة مريم وعن أن شأنها أعلى من شأن زكريا لتقريب الفكرة ليس إلا وإلا فإن الحديث عن السيدة مريم يحتاج إلى تطويل ويحتاج إلى تفصيل الحلقة ليست مخصصة لهذا الموضوع إنما ذكرتها على سبيل المثال نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر